موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أيها المتابعون الأوفياء في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن معلومات وصلتنا حول استعداد السلطات في الجزائر إلى إقالة حكومة عبد العزيز شرات مما صار يشبه الإجماع ليس عند الشعب الجزائري وعموم الجزائريين بل عند حتى السلطات والنظام القائم في الجزائر أن حكومة عبد العزيز جرات حكومة فاشلة بمعنى الكلمة وقد ظهر ذلك في آخر ظهور لعبد المجيد تبون عندما غادر الجزائر في اتجاه ألمانيا لإجراء عملية جراحية وكان ذلك في العاشر من شهر جنوبي 2021 حيث قال بالحرف الواحد الحمد لله يعني الدولة واقفة ما زلت ماشي يوم والحكومة مثل ما قلنا فيها وعليها إن شاء الله هذا هو شكر وإن كان عبد المجيد تبون حاول أن يظهر بعض السخرية ولكن في مثل هذه المواقف لا مجال فيها للسخرية ولا للضحك بل أنها مدروسة والكلمة واضحة أنه هناك عدم رضا عن كل الحكومة بل أن المعلومات المتوفرة تقول بأن الإجتماع الذي دار بين عبد المجيد تبون وشنغريحة سعيد شنغريحة أنه تم الحديث عن الحكومة وأبدت السلطات العسكرية عن عدم رضاها المطلق عن هذه الحكومة القائمة وعن عدد من البوزراء ويكاد تكون أغلبيتهم الكبيرة إذن الغضب واضح الحكومة فاشلة بمعنى الكلمة عبد المجيد تبون مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية وتوليه لمهامه في فطرة وجهزة شكل الحكومة الحكومة واضحة ليست حكومة كفاءات بل حكومة ولاءات حاولوا شراء ذمم بعض الأطراف إرضاء أطراف أنه كان عبد المجيد تبون في تلك الفطرة يريد فقط إرضاء بعض الأطراف وبعض الدوائر وخاصة أن الأمور جاءت بعد رحيل الفريق أحمد جيد صالح الذي كان هو مهندس ذلك المسار الذي أفضى إلى وصول عبد المجيد تبون إلى منصب الرئاسة كل المعطيات والمعلومات تؤكد أنه هناك تغيير في الحكومة وكانت لدي معلومات أخرى من قبل تتحدث أن التغيير كان سيحدث مباشرة بعد عودة تبون إلى الجزائر ولكن أولوية توقيع قانون المالية الدستور وبعض الأولويات داخل هرم السلطة التي تجري عملية ترتيبها وفق رؤية جديدة يقودها شنجريحة والدوائر المقربة منه وفي مقدمتها الجنيرال توفيق خالد نزار هذه الترتيبات التي هي ترتيبات واضحة لتفكيك تركة القايد صالح أجلت هذا التعديل الحكومي ولاحظنا حتى إقالة وزير النقل لم يتم تعويضه بل كلف وزير آخر بتولي المهام بصفة مؤقتة إذن أنه كان من المفروض سيتم حل الحكومة ولكن رجوع الرئيس الذي كان رجوع إجباري فقط لتوقيع قانون المالية كما قلت وبعد ذلك عودته إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لهذه اللحظة لم يظهر شيء عن عمليته الجراحية لا خبر جديد ما هي طبيعة هذه العملية وإن كانت هناك بعض المعلومات تقول أن الأمور قد وصلت إلى بتر بعض أصابع الرجل وهناك من يتحدث عن بتر الرجل قضية بتر الرجل ليست لدي معلومات ولكن عندي معلومات من دوائر معينة تقول أن فيها عملية بتر أصابع لم تتأكد إلى حد الآن ولم تؤكدها السلطات ننتظر ما ستقول إليه الأمور لاحق أمر آخر أن هناك جرت عملية اتصالات مع بعض الشخصيات السياسية وهناك اتصالات مع وزراء سابقين وهذا الأمر دأ أبو علي حتى في تشكيل حكومة عبد العزيز جراد اتصلوا ببعض الأشخاص وعندي شخص أعرفه شخصياً ولا داعي أن أذكر اسمه حتى هو يكشف عن نفسه يوماً أنه تم الاتصال به من أجل أن يكون أو يتولى حقيبة وزرية ولكنه في آخر دقيقة تم العدول عن ذلك حيث أنه كما لاحظنا وشفنا أنه بالعيد اللي كان ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية وكان مسؤول الإعلام عندما أعلن الحكومة هناك أسماء وزراء ما قدرش يقراهم بطريقة سليمة لأن الورقة غيرت في آخر دقيقة وهناك أشخاص تم الاستغناء عنهم وهناك أشخاص تم جلبهم في آخر دقيقة إذن عملية تشكيل الحكومة كان عملية استعجالية ولا يمكن أن تصل إلى نتيجة طيبة بلا أدنى شك اتصالات كحدثت مع شخصيات سياسية وهناك من رفضها تولي منصب الوزير الأول وهذه الاتصالات ما زالت جارية إلى حد الآن السلطة تبحث عن شخصية تكون لديها بعد سياسي يكون عندها نفوذ سياسي يكون عندها غطاء سياسي تتولي الحكوم الرئيس ليس له غطاء سياسي ويزيد وزير أول ما عنده غطاء سياسي رح يكون هذا النظام والله يدي فيه الريحوجي لذلك الآن يبحثون عن شخصية تكون مقبولة لدى الشارع الجزائري لأن المعطيات التي لدى الأجهزة الأمنية والتقارير التي رفعت تتحدث عن انفجار وشيك أو أن الشارع يغلي قد ينفجر يوما ما وهذا الذي لا يمكن أن تقبله السلطة ولا تريد أن تقع فيه لذلك الآن يبحثون عن شخصية مقبولة تكون لديها تأثير سياسي يكون لديها قابلية لدى الشارع الجزائري وأيضا لديها قابلية لدى دوائر السلطة الخفية لأن هذه السلطة بقدر ما هي مستبدة ومتجبرة وتحقر الجزائريين ولا تعطيهم أهمية ولكن عندما يتعلق الأمر بشارع ويتعلق الأمر بانفجارات محتملة دائما يحاولوا يوجهوا حقنات تسكيل للشارع وقطع الطريق على الذين يدعونا إلى عودة الحراك الشعبي وإلى المظاهرات وما إلى ذلك إذن الجاري الآن هو أن هناك اتصالات مع شخصيات مختلفة عندنا بعض الأسماء لكن نفضل أن لا نذكر الأسماء حاليا حتى تتأكد أو يتحدثونهم بأنفسهم كما قلنا أن هذه الحكومة ثابت عليها أنها حكومة فاشلة وأنها حكومة لاحقتها الكثير من الملفات السيئة حيث فشلت هذه الحكومة في مواجهة وباء كورونا واضح فشلها فهي لم تستطيع إقناع الجزائريين بخطر هذا الوباء رغم أن كل فضائيات العالم تتحدث بأعنى عنه إلا أن الحكومة لم تستطع أن تكون هي مصدر لهذه المعلومة وأكثر من ذلك رغم أن هذا وهذا هو الخطر الذي هدد كل العالم وباء كورونا وباء عالمي كل الدول تواجهه كل الدول تقدم تقاريرها إلى منظمة الصحة العالمية الحكومة جراد كانت حكومة فاشلة في مواجهة هذا الوباء لم تخلق بدائل لم تستطيع إن مساعدت المعوزين من الناس التي تضرروا من هذا الأمر خاصة العامل اليومي وكثير من الأمور التي فشلت فيها حكومة جراد حكومة جراد رغم أنها جندت وزراءها إلا أنها لم تستطيع إقناع الجزائريين بالذهاب إلى صناديق الاقترار حيث كما شهدنا نسبة 23 بالفاصلة نسبة المشاركة قالوا نحو ثلاث ملايين وشوي قالوا نعم لهذا الدستور أكثر من مليون وستمية حسب الأرقام الرسمية إن صحت قالوا لا يعني حتى الهيئة التي من المفروض هي تعتبر شعبية الرئيس لم تقنعها الحكومة بهذا الدستور فقد فشلت الحكومة فشلا ذريعا في إقناع الجزائريين على الأقل بالذهاب إلى صناديق الاقترار أما فشلها في إقناعها بهذا الدستور فهو واضح ومفضوح ولا يمكن بل أنه سيظل وصمت عار في تاريخ الجزائر ويخلي الجزائر ديمة عرجاء لأن دستورها دستور أقلية الأقليات مفروض على الأغلبية ليس له أدنى احترام في الشارع الجزائري بل أن أول استفتاء يجرى في عهد تبون كانت هذه المشاركة البائسة التي زادت في خلخلة مصارو ومصار ما بعد 12-12 إلى هذا الحد السلطات أرادت الآن أن تمسح المسكين في الحكومة هي مررت الدستور وخلاص انتهى أمره ولكن أرادت التغطية على هذا الفشل وتحميله للحكومة بهذه الطريقة والأمر ليس لهذا الحد بل أن المشكلة أصلاً أن النظام خطابه لم يتغير النظام مؤسساته لم تتغير الدستور أصلاً جاء مناهض لتوجهات وقناعات الغربية الصاحقة من الجزائرين والأصل أن هذا الدستور جاء وهو يحمل بذور فنائه وليس بذور حياته فالمشكلة لا تتحملها الحكومة ولا الوزراء بل المشكلة يتحملها النظام برمته ويتحمل هذه المقامرة والمغامرة البائسة التي ثربت المصار برمته وتفرض على النظام تجديد نفسه في أقرب الأوقات وهذا الذي يفكرون فيه من خلال بوابة الحكومة هناك أيضاً كثير من التحديات فشلت فيها الحكومة ندرت السيولة ونحن نشاهد الآن المواطنين الجزائريين أمام البريد في حالة بائسة يتنقلوا من بريد إلى بريد ووصلتني مثلاً فيديوهات من مدينة الشريعة التي أنحضر منها وهو الأمر الذي ينطبق على كل عموم كل الجزائر أن المواطن الجزائري صار ما يقدرش حتى يجيب للدراهمو يجيب الشهر ينتيعه بش يعيش يعني في وباء كورونا الخدمة ما كانش ويزيد حتى اللي عنده شوية مصروف ولا هو عائلة كاين واحد راه يخلص ما يقدرش يجيب حتى دراهمو باش يعيش نحن في عصر إلكتروني بمعنى الكلمة الناس الآن راهي صارت تدفع فلوسها وتتقضي وكل شيء بالبرطابل مش بطاقة بنكية فقط والجزائر الآن ما يقدروش يجيبوا السيولة طلق الناس تجري بالمعرفة بالمحسوبية يتعرف يروحوا الفجر قدام الابوس ويوقفوا وراكم تشاهدوا هذه الصور التي يجري تنقلها في شبكات التواصل الاجتماعي حول هذا الواقع البائس ندرة السيولة أيضاً انقطاعات الكهرباء حرائق الغابات أيضاً انقطاع الأنترنت كثير من الفضائح التي لا يمكن وصفها انقطاع المياه الناس تستنى ينوضوا في جر يستنوا باش تخرج لهم قطرات ما من العين باش يشربوا كذا يعني اضطروا المواطنين يروحوا بعيد باش يجيبوا الماء عادوا للطريقة التقليدية اللي كانوا أكرمكم الله يمشوا على الأحمر باش يجيبوا الماء يشربوا في الماء من السترنت رشعوا إلى الطريقة البائدة الناس تتقدم وتتطور والجزائر تعودوا إلى الخلف هذه الفضائح زادت في احتقان الشارع الجزائري الشعب الجزائري لما خرج في 22 فيفري 2019 كان يأمل في تغيير حقيقي وعدة السلطة وعدة المؤسسة العسكرية التي اجترت وعودها بعد وفاة القايد صالح وتبون أطلق وعود التي ستحول جزائر من ذلك الجحيم اللي كان عايش فيه الجزائريين إلى جنة ولكن كل ذلك لم يتحق لأنها وعود ليست مبنية على دراسة حقيقية للواقع بل وعود انتخابية سرعان ما تنتهي بمجرد أن يصل المترشح إلى مبتغاه كل هذه المعطيات زادت في احتقان الشارع الذي هو أصلا مصدوم من هذه الجمهورية الجديدة هذه الجزائر الجديدة التي لم يتغير فيها شيء للمؤسسة تتغير ولا المناصب تغيرت ولا كذا ولا البرلمان تغير بل أنه حتى الآن توجهات لعدم أنه لا تكون هناك انتخابات برلمانية وتشريعية معناها أنه لا تتغير السلطات المحلية ولا يتغير المجلس الولائي ولا البرلمان ولا أي شيء كل بقي على حاله مثل ما كان في عهد بوتفليقة الحاجة الوحيدة التي سارعوا بها هو قضية الدستور جربوه وأرادوا أيضا تفويت بعض الأمور لأنه لو حدثت انتخابات حقيقية واستفتاء شفاف ونزيه وشارك فيه الجزائريون ما استطاعوا يمروا هذا الدستور العار الذي خدمته له جهات خارجية وفرضاته على الجزائريين بل أنه أصلا هو دستور خدمه من قبل البوتفليقة وعادوا تبون بتلك الطريقة البائسة مع إدخال الحراك أو دسترة ما سمي الحراك لأن الحراك حوله إلى مجرد عنوان فقط للاستهلاك وليس حركة تغيرية يجب أن تتجسد في أرض الوقت أيضا هناك فضائح بعض المسؤولين وزراء شفنا وزير الشباب الرياضة في حملة الدستور ماذا قال؟ استمعوا نقول لهم يوم أول نوفمبر أننا دسترنا بيان أول نوفمبر لأول مرة منذ الاستقلال ولي ما عجبوش الحالي بد البلاد ولي ما عجبوش الحالي بد البلاد شفنا أيضا وزير البريد والمواصلات ماذا قال؟ كل هذه التصريحات أعادت الجزائريين إلى عهد بوتفليقة لما كان وزراء بوتفليقة يسبوا في الجزائريين وشفته عمارة بن يونس عمارة بن يونس اللي كان في السجن والناس كل تعرف الملفات التي لديه عموم الناس وأبناء منطقته يعرفوا الملفات التي لديه ولكنه خرج وأكليل الظهور في انتظاره وغيره 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 ليس هذا الأمر فقط أيضا فضائح المسؤولين اللي خرجوهم خالد النزار اللي رجعوه ماك هي الملفات تغلق بطريقة خبيثة وماكرة مسحي الموس في جماعة فقط في إطار تصفية الحسابات بين زمر نظام نفسه وهذا كله باسم الحراك الشعبي وباسم الشعب الجزائري لكن في الواقع لم يتغير شيء تبون وعد في قضية هل مشاكل جزائر الظل ولكن الممارسات نفسها روحوا للولات هل يستقبلوا المواطنين في فطرة معينة في البداية ما بعد الحراك وفي ظل الحراك كان الولات يخافوا من الشعب كانوا يخافوا من الشارع يستقبلوا الناس يشوفوا اهتماما الآن والله ما على بالهم بيهم يحقروهم وشفنا صور ومشاهد كثيرة بعض الولات حقروا الجزائريين ولكن بفضل الشعب الجزائري الذي تجند في شبكات التواصل الاجتماعي بينهم من أجبروه على الاجتماع وانت ثاني شنو هذا يجاي اللبس لي فيزتا ميليتار وجايتا يروح روح جب لي فيزتا ميليتار هنا تسبرنا نقصر معا كلها لكن الحالات التي لم تظهر لجزائريين لا تحصى ولا تعد جزائر الظل اللي سماها تبون وهي الجزائر العميقة بمعنى الكلمة جزائر الفقر والمزيرية في البلديات والدواء الروح للجنوب للشرق للغرب للوسط الأماكن الفقيرة سطر ما يندله الجبين سطر الأطفال يذهبون إلى المدارس على الأحمرة أكرمكم الله ويمشوا في البوتة في الغرقة وفي أحوال تشوفهم في المدارس ما عندهمش حتى فرنوات أحوال أشياء يندلها الجبين لا يمكن أبدا أننا في القرن الواحد والعشرين أن تشوف مثل هذه المظاهر التي لم تكن حتى في فطرة الاستعمار رغم أن استعمار إحتلالي إجرامي ضرب عمق الدولة الجزائرية إلا أنه لم يحدث فيها حتى صدقت حتى تلك المعلمة عندما قالت لأحد المسؤولين هذا رهي طابل من عهد الاستعمار وانطفض وكذا وكذا ومثل هذه الأمور البائسة التي تدل على أنه أمل التغيير قد اندثر لدى الجزائريين أنا لا أقول عندي أنا كمثقف أنظر من زوايا كثيرة ولكن عند الشارع الجزائري آمل التغيير قد انتهى النظام القائم الآن رجع إلى نفس الطريقة التي كانت موارسها السعيد بوتفريقا ويحيا في تجبرهم وتعنتهم على الجزائريين ولكن نرجع نفس الطريقة لا يعتبرون أبدا لا يعتبرون شنجريحا لم يعتبر مما حدث ممن سبقوه تبون كيف كيف اللي هو رهو الآن يعالج ورجعنا إلى الوضع ما قبل 2019 عندما كان بوتفريقا يعالج من بلاد لبلاد الرئيس خير موجود في الخارج الشعب الجزائري يريد أن يرى رئيسه يزور الولايات يقف على الأعمال القائمة وكثير من الأمور ولكن للأسف الشديد كل ذلك ضاع حتى الوزير الأول يتصرف بعقلية تدريس الطلبة وليس لتسيير حكومة دولة تغرق في الفساد وتغرق في المشاكل والتحديات وفي ظل وباء عالمي زعزع اقتصادية دول لديها اقتصاد كبير بل أنها من مجموعة العشرين ضررها اقتصادها كيف دولة معنها اقتصاد أصلا اقتصادها مبني على الريع ولا يمكن وصف الحال الذي عليه حتى لا عندها عملة لديها قيمة لا عندها صناعة لا عندها ولا شيء ويقول لك الأمور أنها بخير أيضا معلومات متوفرة تتحدث أن هناك ملفات فساد أن هناك فساد في بعض الوزارات وهذا الفساد تم التغطي عليه لم يفتح رغم جاءوا الوزراء اجدد غطوا على هذا الفساد بسبب أنه لم يحدث تغير غير رأس الوزارة ولكن الموظفين والإداريين والمسؤولين في الإدارات الموجودة في الوزارة كلها لم تتغير كلها من تعنينات سلال ويحيى وكذا لذلك دولة دولة يحيى ودولة بوتفليقة ودولة وهذه الدولة التي كانت قائمة ما زالت مثل ما هي غيروا فقط رأس الوزير والوزير ما يقدرش يسير الوزارة إذا لم يكن هناك طاقم حقيقي في الوزارة مش رجالات العصابة اللي نهبوا وأخذوا الثروات وأفسدوا في الوزارات وهما نفسهم لم يتغيروا إذن إخواني الكرام السلطات الجزائرية تستعدوا لإقالة حكومة جراد المعطيات اللي متوفرة أنه جرت اتصالات مع بعض الشخصيات التي لديها قابلية للشارع بينها من رفضت وبينها ما زالت توضع في بعض الشروط ترى هل ستنجح هذه السلطات في إقناع شخصية لديها نوع من القابلية لدى الشارع الجزائري حتى تتولى هذا المنصب وتعيد ماء الوجه إلى النظام اللي يخسر كل شيء حتى صمعة المؤسسة العسكرية اللي يكسبتها ضيعوها النظام ضيع كل شيء مرض تبون فضح أن هناك حقيقة كذب وأن الدولة الجديدة التي يتحدثون عنها مجرد وهم لا أساس له وأنه لم يتغير شيء في الجزائر لذلك المعلومات تقول أنه إذا فشلوا في هذا الأمر سيأتون بشخصية أخرى من طرفهم عبد العزيز جراد حسب ما يقول إلى مقربين منه أنه يأمل أن يكلف مرة أخرى بتشكيل حكومة جديدة هذا الذي يأمن به لذلك عندما أجرى تبون عملية جراحية كتب منشور قال بأن لديه استعداد للعمل على الرئيس لذلك الفشل الذي ضرب منظومة الحكم في هذه الفترة أرادوا أنه يعلقوها في عنق شراد وحكومته للتنصل من المسؤولية في المؤسسة العسكرية التي تدخل في كل كبيرة وصغيرة صارت تتنصل من مسؤولياتها وتتنصل حتى من الوعود التي أطلقتها تبون الآن يواجه تحديات صحية وليست لديه أي تأثير في صناعة القرار الحكومة كما ترونها تتكون من أشخاص همهم الولاء وليس همهم العمل وفق الكفاءة التي يجب أن تتوفر في وزير هذا هو الواقع البائس الذي عليه حكومة الجزائر معطياتنا تقول بأنه مباشرة بعد عودة الرئيس تبون من رحلة العلاج في ألمانيا سيكون أول قرار يتخذ هو حل الحكومة الحديث عن الحكومة طويل ومتشعب وفيه الكثير إن شاء الله نكمله في مدخلات أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة